وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل خلال افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في صعيد مصر أكد خلالها على أن الحكومة مطالبة بدراسة وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لكنه ركز في حديثه على مصانع بئر السلم طالبا من وزير الداخلية بالتحرك فورا فماذا دار رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى افتتاحه عددا من المشروعات القومية في صعيد مصر بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للصناعة الوطنية لخلق مناخ ملائم لزيادة الانتاج في البلاد وكانت رسائل الرئيس للمصنعين لا تخلو من تأكيد وقوف الدولة إلى جانب المصنعين لوضع حلول لأي مشكلات تواجه العملية الانتاجية وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطوات الدولة لتقنين أوضاع المنشآت والمصانع غير المرخصة ليس هدفها تحصيل المزيد من الضرائب أيضا وجه الرئيس السيسي وبصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية وبمعنى أدق وأصح صناعات بئر السلم إذ أكد الرئيس أن الدولة تدعم العملية الانتاجية وتساعد المصنع في إدخاله للمنظومة الرسمية وتساعده في تقديم أوجه الدعم له طالما أنه ينتج حتى وإن كان غير حاصل على الترخيص الرسمية لأن الدولة تدعم العملية الانتاجية وتدعم تحويل المصنعين جميعا إلى الانتاج بالشكل الأمثل وتطرق الرئيس السيسي في رسائل إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتاجية وذلك بدعم واضح من الدولة للمصانع التي تسعى لجذب التكنولوجيا الحديثة سواء بالتمويلات أو الدعم الفني وكافة أشكال التطوير والتحديث للعملية الانتاجية لكون ذلك سينعكس بصورة واضحة على الناتج الإجمالية وأكد أنه لا ينتظر من المصانع إلا الانتاج في إشارتين إلى أن الدولة تحاول خلق مناخ ملائم للصناعة بهدف زيادة الانتاجية من كافة القطاعات دون النظر إلى العوائد من الحصيلة الضريبية لأن نهج الدولة هو تحقيق الصفرات الانتاجية ليس جلب العوائد الضريبية كما وجه الرئيس الحكومة بتسكين الصناعات غير الرسمية في المناطق القريبة وبتسهيلات واضحة بالحد من عمليات الضغط على هذه الصناعات بل يجب مساعدتها بصورة مباشرة في الانتقال للمناطق والمجمعات الجديدة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بدراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة مشددا على أن نموذج تطوير الروبيكي لم ينجح إلا بتدخل الدولة وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب دمج الصناعات والأعمال غير المقننة في سوق العمل وأوضح الرئيس السيسي أننا نتعلم من مساراتنا ونختبر ما نفعله مؤكدا أن الدولة تشجع على إقامة المجمعات الصناعية بتوفير الترخيص اللازمة وقال إنه لا بد من تقييم المسار الذي بدأته الدولة بحيث تكون الدولة مع المواطن أو المستثمر في كل الخطوات المتعلقة بالمستندات كالترخيص والتمويل للتيسير عليه لتسويق منتجاته مؤكدا أنه لن يوزع أموالا على الناس لكنه يريد توفير فرص عمل لهم وأوضح الرئيس أنه من الممكن أن نقوم بعمل مشروعات ويكون الإقبال عليها ليس بكبير لذا لابد من تقييم المسار منذ البداية في عمليات الصناعة كافة وأكد أن التقييم من أجل الاطمئنان موضحا أنه تم تشغيل أكثر من خمسة ملايين أسر من خلال المشروعات متناهية الصغر وشدد الرئيس السيسي على أن التسهيل يساعد في عملية التسويق قائلا أن وزارة الداخلية دائما ما تضبط مصانع من دون ترخيص ولا بد أن نقنن له وضعه لعمل الشيء الصحيح ووجه سؤاله لوزير الداخلية هل تم حصر تلك المصانع خلال خمس سنوات وأفاد وزير الداخلية بأنه بالفعل تم الحصر من أجل تقنين الأوضاع وأعطاهم الترخيص لتلك المصانع وأكد الرئيس السيسي بالقول لا تحسب أن البلد هدفها استجداء ضرائب ولكن حركتنا حركة بناء وليست حركة حساب وشدد على أن الدولة تستهدف في المرحلة الحالية تحقيق الاكتفاء للسوق المحلية أخيرا وجه الرئيس السيسي المحافظين إلى أن تكون عين الدولة داخل المجمعات الصناعية لمعرفة المشكلة والدولة تساعده على حلها